بعدما أعطت الحكومة الضوء الأخضر للبنوك لتبني سياسة القروض الحلالة شرع بنك السلام في تمويل الأفراد الراغبين في مزاولة نشاطات حرفية منزلية عن طريق قروض التمويل الأصغر قروض ترميل مساعدة الفئات الهشة والنساء الماكثات بالبيت في إنشاء مشاريع مصغرة حيث تم تقديم أول دفعة لتمويل 27 مشروعا مؤخرا في مجال الخياطة والطرز والحرف اليدوي الأخرى الفئات الاجتماعية الهشة أو المهمشة أو الفقيرة بتقديم خدمات مالية متناسبة مع أوضحها مع حالتها ومع إمكانياتها وبالتالي كان هذا ما يسمى بالتمويل الأصغر الملتزم بقوائل الشعب السلامي يسمح بتمويل مثلا نشاطات حرفية منزلية بالنسبة لنساء في المنازل مثلا ماكثات في البيت خياطة حياكة حلويات هذا بدنا يعني مع جمعية كافيلياتين في ديسمبر الماضي بتقديم أول دفعة من 37 تمويل أصغر وكانا نزيدوننا عمالة تمويلات أكثر يعني تمويل على طريق القرض الحسن المدير العام لبنك السلام أكد أنه يقدم خدمات مالية مصرفية لهذه الفئة عن طريق شراء معدات لتطوير هذه النشاطات وتحويلها إلى مؤسسات حرفية صغيرة يعني شراء معدات بسيطة وهذه تخلي إن شاء الله هذه النشاطات منزلية تقدر تطور وتحول إلى حتى مؤسسات حرفية كبيرة التمويل الأصغر صيغة جديدة يعمد إليها بنك السلام الذي شهد تجاوبا كبيرا من طرف مختلف الفئات الهشة على غرار النساء الماكيثات بالبيت ومن المنتظر أن يساهم هذا التمويل في تقليص نسبة البطالة وتشغيل يد العاملة على المدين المتوسط والبعيد المتوسط والبعيد